أنا وسلم بكم في هذا الشرح الجديد المقدم من قناة كل شيء مفيد في هذا الشرح سوف نتحدث عن تحريك شريط المهام طبعا هذا الشرح بسيط وسهل وسريع طبعا كل ما عليك أن تقوم بالضغط هنا سوف تكون هذه الإشارة على الشكل التالي log the text bar شريط المهام مقفل كل ما عليك إزالة إشارة الصح من هنا كما تشاهد إزالة إشارة الصح ومن ثم تقوم بالضغط بالماوس على شريط المهام في أي مكان فارغ في شريط المهام ثم تقوم بنقله عسبين المثال إلى أعلى الصفحة أو تقوم بنقله إلى الجانب الأيمن كما نشاهد أو إلى الجانب الأيسر أيضا تستطيع أن تجعله أكبر عسبين المثال إذا كان لديك العديد من البرامج المفتوحة هنا أو تستطيع نقله إلى هنا المكان الافتراضي ومن ثم تستطيع أن تكبره أكثر أو تزغره كما تحتاج وأيضا تستطيع إعادتها كما كانت عند الانتهاء من كل التعديلات الخاصة بك كل ما عليك هو الضغط بالزر الأيمن ومن ثم إعادة قفل شريط المهام حيث نلاحظ أنه كل ما نقارن عليه الآن بعد القفل لا نستطيع تغيير أي شيء نتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو تحياتي لكم وأراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله مع السلامة